اشتركوا في القناة ثمانية سبعة القمر موجود بالدلو رح ينتقل في ساعة المساء للحوت رح يكون اغلب اليوم في منزلة المقدم وهي الخير والثبات والسلامة والمحبة وحكينا انه طبعا تأثير القمر لما بيكون موجود في الدلو انه الغالب بيكون والافضل في هاي الفترة انه نستغلها انه منشعر انه بحاجة ماسي للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر منه عاطفي في هاي الفترة منقدر نستغلها بتعزيز صداقة جديدة او ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفزيون او تجربة طعام جديد بالنسبة للفترة اللي احنا موجودين فيها احنا الان في فترة خلو المسار خلو المسار هذا مستمر من يوم امس ورح يستمر لغاية اليوم ساعة ستة واثناشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني بمعنى اخر انه طول اليوم يعني من الان بث الحلقة لغاية ساعة ستة واثناشر دقيقة هاي خلو المسار يعني الفترة هاي بتكون فيها نوع من انواع الانتحاسة فلا ينصح بعمل اي شيء جديد طبعا الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد والمريخ رح تكون في تمام الساعة عشرة واحد واربعين دقيقة احنا من انا بقول ظهرا لانه بتوقيت الاردن بتكون الظهر فلكن هي ما قبل الظهر بتوقيت جرينيتش اما بتوقيت الاردن بتزيد ثلاث ساعات يعني الساعة واحدة واحد واربعين دقيقة يعني ساعات ما بعد الظهر في هاي الزاوية بمعنها سلبية فبيسود شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد وممكن انثور بشكل مبالغ فيه في وجه من ينتقدنا او بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردات الفعل بكشف عيوبه واخطاءه طبعا اما سياسيا او دوليا فهي الفترة بتدل على انتقاد وسائل الاعلام لزيادة نفوذ السلطة الامنية او الجيش في البلد وقمع حريات التعبير او ممكن تمارس سياسة قمعية ضد الصحافة وقد يتعرض بعض رجال الصحافة للتعنيف والعدوان وربما السجن الساعة ستة واثناشر دقيقة مساء القمر بكون استقر بالحوت يعني خلص بلش انه يشكل اول زواياه بالنسبة لخلو المسار القادم بما انه القمر في الحوت فخلو المسار القادم رح يكون يوم 11 سبعة رح يكون فيه تمام الساعة 33 و 49 دقيقة صباحا وراح يستمر حتى تمام الساعة 5 و 5 دقائق صباحا حتى ينتقل لبرج الحمل اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الاحدب 17 يوم فيه تمام الساعة 29 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيصبح 18 يوم نسبة الإضاءة 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبع المزاج منتحس في أشخاص كثير بقولوا شو سبب انتحاس الشمس في السرطان هذا إشي طبيعي بمعنى هي موجودة في بيت متاعب البرج اللي أساسا كوكب السرطان يعني أي كوكب بتواجد دائما بالبيت اللي قبل صاحب البرج فبيصير متعب فالشمس هي كوكب برج الأسد بما أنها موجودة بالسرطان بيت متاعبها فبتكون طاقتها ضعيفة وبما أنها بتشكل كمان زوايا تربيع فمعناته بدها تكون ضعيفة ومنتحسة بالنسبة للقمر القمر في الدلو بده ينتقل للحوت حكينا في ساعات المساء حتى يوم 11 سبعة المزاج ممتزج متقلب برضو بسبب الزوايا عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم 12 سبعة طبعا بنتهي التراجع يوم 12 سبعة ولكن تستمر النحوس تعته ليوم 15 سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية مزاجه سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه ممتزج طيب بيسألوا بيقولك ليش مزاجه ممتزج أو بميلة السعادة أكثر زحل وهو بتراجع كمان لأنه هو موجود في بيته يعني الجدي كوكبه زحل فلما يتواجد بتراجع أو بتقدم دائما بيكون مزاجه الغالب عليه سعيد إلا إذا كانت زوايا هي اللي بتنحسه بالزيادة فهذا الكوكب في برجه فعشان هيك بيغلب دائما على السعادة ولكن ما بعطينا الطاقة الكاملة من أمور السعادة لأنه سعادة زحل بامتحانات ونحوسته بامتحانات أصعب فعشان هيك هي بتعطي امتحانات حتى لو مزاجه ممتزج أورا نصف الثور حتى يوم 15 ثمانية المزاج بعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 11 مزاجه ممتزج بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة لبيتك الأول ما زالت الأمور دعملة إليك بتظلها دعميتك وبتعطيك ثقة بالنفس وبتعطيك نوع من أنواع الجراءة وبرضو بتدفعك لإنجاز كثير من المهام لغاية ساعات المساء ولكن عند ساعات المساء بتحس أنه فيه أشياء غلط صارت أو فيه ضغط عالي بصير عليك بصير فيه نوع من أنواع التردد أو الاكتئاب أو الضغط اللي غير مبرر فعشان هيك شوي بدك تمسك حالك وبدك تتجاوز الفترة السلبية هاي خصوصا في ساعات المساء لأنه القمر رح يكون موجود في بيت متاعبك فعشان هيك بتشعر في نوع بالتقلب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني بما أنها ضغطة وإعلاقة بالأمور المالية أو المصريف أو الدفعات أو القلق بشيء مادي إلا أنه في ساعات العصر بتبلش تحدث بعض التغييرات الإيجابية اللي بتساعدك أو بتجلب لك بعض المكاسب المالية اللي عادة تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع المساعدات وفيه منك رح ينشط في تفكير مالي أو مجالات مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني تقريبا متقلبي فعشان هيك بيكون فيه نوع من أنواع الإيجابية بتساعدك وعندك سرعة بديها عندك قدرة على الإقناع بيغلب عليك شوي نوع من أنواع العصبية في بعض الأوقات ولكن إجمالا الأجواء بتدعمك لإنجاز كثير من الأعمال وكثير من الاتصالات خلال هذا اليوم ولكن بدك يتراقب حالك بالعصبية الزيادة اللي بتكون في ساعات المساء أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع بكل ساعاته بيكون ضاغط فعشان هيك أساسا تراجعه طارد ونحوست الشمس الموجودة ما زالت بتضغط على البيت الرابع ورح تضلها ضاغطة لغاية يوم 15 شهر بعدين بتصير الأجواء أحسن يعني بتشحنك أو بتحسن بعض الأمور المنزلية أو بتنتهي بعض الخلافات أو المشادات أو الأمور اللي بتعمل نوع من أنواع يعني شد الأعصاب وخصوصا بإيشي العلاقة بالبيت أو بأفراد العائلة أو بالأقارب أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية بتساعدك ولكن نسبة التحسس عالي جدا من الحبيب أو من أحد الأحباء ممكن أحد الأبناء أو أحد أفراد العائلة ولكن أنه بتتبلش هاي الأمور تتحسن بأجواء ألطف وأحسن من الفترة الماضية فبتدفعك لنوع من أنواع التقارب أو التراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على مستوى العمل شوي فيها نوع من أنواع الضغط يعني ممكن في فترة الصباح أو الظاهرة تنضغط ببعض الأعمال أو يكون عندك كثير من المهام والحركة أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور الصحية ولكن في ساعات ما بعد العصر الأجواء بتصير ألطف فبتنشحن بطاقة إيجابية وقدرة عالية على إنجاز كثير من المهام أو برضو الاهتمام بصحتك بشكل أوفى أما بالنسبة لبيت الشراكي فالأجواء تقريبا روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل أنت وشريكك بشكل اعتيادي ما في أي شيء يعني يجي من يأثر عليك تأثيرات خارجية بل هي طباعكم كيف أنتو بتتعاملوا مع بعض إن كان الموضوع له علاقة بشراكة المال أو شراكة العاطف زي الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع السلبية وضغط على مستوى الأمور البنكية أو الفواتير أو الالتزامات أو حسابات أو تحصيل بعض الأموال اللي إليك ولكن في ساعات المساء ممكن يصلك خبر أو أمور تساعدك أو تنشي لك من الوضع اللي أنت فيه أو تجيك أفكار جيدة تساعدك على تغيير الوضع أو شحن نفسك بطاقة إيجابية لإنجاز كثير من الأعمال أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتظلها جيدة لغاية ساعات المساء وبتدعمك بقوة فتنشط بعملية الاتصال أو تعليم أو تركيز أو أشياء العلاقة بالأوراق القانونية والمعاملات يعني بكون عندك نشاط عالي وبنصحك إذا كان عندك أي شيء من اللي إحنا حكينا أنك أنت تتعب شوي وتحاول تنجزه قبل ساعات العصر لأنه بعد ساعات العصر بصير في ضغط وتعطيل في هاي الأمور بشكل واضح فبتنحسب الأمور عليك حاول أنك أنت تنجزها قبل ما يصل للقمر لبيت متعبك أما بالنسبة لبيت السمعة فالأجواء تقريبا بتكون جيدة خلال هذا اليوم وبتساعدك على إنجاز كثير من الأعمال أو بتساعدك في عملية التخلص من بعض الأعباء بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أو أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبتكون نشط ولليوم بعملية الاتصالات والحوارات وعندك رغبة بالتواصل مع أصدقائك أو الاطمئنان عليهم أو تفقدهم وممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل معهم أو اللقاء معهم خلال هذا اليوم إما أنت بتدعوهم أو هم بدعوك لا زيارة أو تتفاجأ بزيارة بعض الأحبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فزي ما حكينا أن الأجواء جيدة ودعميتك لغاية ساعات المساء ولكن من ساعات المساء شوي الأمور بتضل بتضغط عليك تدخل فترة غير مريحة بتلزمك الانتباه أكثر لصحتك ولا أعمالك عشان ما تخليها تتراكم لأن الفترة داخل أنت على فترة مخيب الأمال طالما القمر موجود في برج الحوت برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول بما أن الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية ودعملة إليك خلال هذا اليوم رغم أنه في تقلب في المزاج أو حدية أو بعض الأمور المحبطة بالنسبة لأيك إلا أنه كل ما اقتربنا لساعات الظهر للعصر كل ما انشحنت أنت بطاقة إيجابية وبرضو قدرة على التصميم وإرادة لإنجاز كثير من المهام أما بالنسبة للبيت الثاني أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتكون جيدة خلال هذا اليوم وخصوصا بتتعزز في فترة المساء لأمور إلها علاقة بالأمور المالية أو الأمور اللي إلها علاقة بمكاسب أو أرباح أو أشياء إلها علاقة بالعمل الإضافي أو فرص لجني ثمار بعض المكاسب المالية اللي بتيجي على شكل هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتظل فيها نوع من أنواع العصبية والحدية صحيح متقلبي خلال هذا النهار يعني في ساعات المغرب ممكن تنشحن بطاقة إيجابية أو قدرة على إنجاز كثير من المهام والاتصالات والحوارات ولكن باقي النهار بيكون فيها نوع من أنواع الضغط حاول أنك تمسك حالك من العصبية وردات الفعل العصبية وتنتبه أثناء قيادتك أو أثناء تحركاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة شيئا ما صحيح أنه في بعض الأمور اللي مخالفة لإلك أو النقاشات الحادية ممكن تكون على أمر عائلي أو ممكن خلاف مع أحد أفراد العائلي حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز فترة الصعوبات وما تتجاو ما تتجاوب مع الأمور اللي فيها نوع من أنواع الضغط بالفترة هاي ممكن يصيبك اليوم نوع من أنواع القلق أو التوتر أو الإحباط بسبب أحد أفراد العائلة أو يتراكم عليك العمل داخل البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية تقريبا جيدة خلال هذا النهار بتدعمك فممكن تحمل لك نوع من أنواع المفاجآت أو التقارب ما بينك وبين الأحبة وممكن يكون فيها أشياء برضو بتساعدك على إنجاز بعض الأمور المهمة أو الاهتمام بمواضيع بتتعلق في أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت السادس فكل الضغط اللي بتحس فيه من بداية النهار أو الأعمال المكللة إلك أو كثرة الأشغال أو الانتقالات أو الاجتماع الاجتماعات كلها هاي ضغوط بتظلها لغاية ساعات الظهر تقريبا بعد ساعات الظهر بتنشحن بطاقة إيجابية بتلاقي حالك أنجزت أو أنه عندك نوع من أنواع النشاط أو أنك بتنبسط على هاي الإنجازات اللي أنت حققتها اليوم صحيح أنه ممكن يتراكم عندك بعض الأشياء ولكن إجمالا أنت بتنجز شغلات كثيرة أهم شيء أنه برضو تراقب صحتك وخصوصا في ساعات الصباح للظاهرة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء مع الشراكي أو بينك وبين الشركاء جيدة فبتدعمك اليوم وبتقارب بوجهات النظر ممكن تحلوا بعض المسائل العالقة أو تتراجعوا عن قرار سابق أو تفقوا على مسألة معينة وخصوصا ما بين شركاء المال وما بين شركاء العاطف اللي هم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء رغم ضغطها إلا أنه ممكن تنجز بعض الأمور المهمة اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة زي أمور إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين وأمور إلها علاقة بالقروض صحيح أنه شوي الأجواء ضغطة وتتطلب منك بعض الجهد أو بعض الأوراق أو بعض الإهتمامات أو ترتيب وضعك إلا أنه برضو في فرص ممكن أنت تستغلها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها يعني إيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو تعليمية أو العمل مع مؤسسات تعليمية في منك رح ينشط بأمور إلها علاقة بالسفر أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق إلها علاقة يعني بامتحانات أو مناقشات أهم إش أنك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالقمر زي ما حكينا موجود لغاية ساعات المساء لا يستقر فعشانك شوي بعطيك نوع من أنواع الإيجابية أو بيساعدك في بعض الأمور لغاية ساعات المساء فممكن تنشط بمجال عمل أو تواصل بإنجاز عمل معين متراكم عليك أو بيصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل ولكن في ساعات المساء طبعا القمر بصير موجود في بيت الأصدقاء شوي هو بدعمك بشكل إيجابي وأقوى من ما كان قبل الصباح يعني قبل المغرب فممكن اليوم برضو تهتم بإشي العلاقة بدعوة أو لقاء أو زيارة أو اهتمام بالأصدقاء أو لقاء معهم أو تواصل معهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الضغط إلا أنه المريخ إيجابي فبيساعدك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يساعدك أو يدعمك على الاهتمام بأمور إلها علاقة بالصحة بشكل جيد أهم إشي أنه إذا ظاهر أي أعراض أو أي إشي إلو علاقة بالصحة بأحد الأحبة حاول أنك أنت تتقارب معهم وما تتخلى عنهم بالفترة طبعا بالنسبة للبيت الأول الأمور تقريبا دعميتك بقوة وفي نوع من أنواع الإيجابية حمسيتك لاتجاهات معينة أو اهتمامات معينة عندك رغب إلى إنجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم ما تخلى الإحباط أو الملل أنه يسيطر عليك صحيح أنه في ساعات المساء ممكن تنشحن بطاقة سلبية أو إشي ينكد عليك أو يجيك خبر يستفزك أو تتوتر بسبب مسألي حاول أنك تستغل فترة النهار أفضل من فترة المساء أما بالنسبة للبيت المال أو الوضع المالي فأنا شايف أن الأمور أول النهار أحسن من آخر النهار فممكن تحمل لك بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية لغاية ساعات العصر ممكن تهتم بإنجاز بعض الملاحظات أو المعاملات أو الأمور المطالبات المالية أو الاهتمام بعمل إضافي ولكن في ساعات المساء إما بتظهر مسائل إلها علاقة بالمصاريف أو الدفعات أو الاهتمامات المالية أو بيكون نوع من أنواع العبئ أو بتتعطى المسائل أو بتتنكد بسبب تأخير موضوع أو أمر كنت موعود فيه بتأجل إلى علاقة بالأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو إجمالا في نوع من أنواع الضغط يعني بيسبب لك نوع من أنواع التوتر فعشان هيك ممكن أن تنشحن اليوم بعصبية أو طاقة سلبية ويكون لك ردات فعل طبعا عنيفة شوي حاول قدر الإمكان أنك تمسك عصابك قدر الإمكان وخصوصا لغاية ساعات العصر بعد ساعات العصر الأجواء بتصير تتحسن وبصير فيه نوع من أنواع الهدوء ممكن تنشغل ببعض التصليحات أو الترميمات أو أمور إلها علاقة بالسيارة أو أمور إلكترونية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على مستوى البيت فطريقة تعاملك مع أفراد العائلة بتكون فيها نوع من أنواع الروتين ممكن شوي ما عندك طاقة أو جلد على المناقشة أو الخوض في بعض المواضيع بتتهرب من بعض المسئوليات خلال هذا النهار أو المواجهات العائلية أو النقاشات بتقوم بأعمالك الروتينية على مستوى البيت من نظافة وترتيب واجتهادات داخل البيت أو مع أفراد العائلة ولكن أنه دائما أنت بالنقاشات وخصوصا بالفترة هاي شوي بتحاول أنك تبعد لأنه مزاجك شوي فيه نوع من أنواع الحدية فممكن أنك أنت تأثر بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا يعني فيها نوع من أنواع التقلب فعشان يك اليوم ممكن أنه أنت شوي يكون فيه عندك فترات حابب أنك تتواصل أنت والأحبة فترات أنت حابب تنطوي عن نفسك وتعيش أجواء رومانسية لحالك فترات بتنزعج من أشياء إلها علاقة بالحبيب أو بتتحسس من تصرفات أو من موقف قديم وبفترات بترجع لطبيعتك وحابب تتواصل وهذا يعني التقلب بالمزاج عالي جدا بيكون خلال هذا النهار على مستوى بيت الأحبة بيت الأبناء بيت الأحباب اللي هم الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت على مستوى العمل بتحمل نوع من أنواع الضغوط أو التوتر فبتحمل نوع من أنواع التقلب أو الحدية بالطباع أو تعطيل بعض المسائل في العمل أو أنه بتنشغل بأعمال كثيرة يعني بكون عندك أكثر من عمل مع بعض فعشان هيك ممكن اليوم أنت تتوتر أو ما تقدر تنجز كل أعمالك حاول أنك تركز بشكل جيد وتنجز أعمالك وما تخليها تتراكم وبرضو انتبه لوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع التوافق أو التلاقي ما بينك وبين الشريك ممكن تحمل لك مصالحة أو تحمل لك نوع من أنواع التقارب أو تراجع عن قرار سابق أو أنك تفاجئ الشريك بمسألة ما يعني شوي بتعزز الأجواء أو بتلطف الأجواء شيئا ما أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي عن مستوى الأموال المشتركة شوي فيها نوع من أنواع التقلب خلال هذا النهار ممكن تنشغل بمسألة مالية أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات المالية زي البنك أو الضريبة أو التأمين يعني تنشط في هاي الأمور أو في أمور إلها علاقة بالتحصيلات المالية أهم شيئا أنك تحافظ على مقتنياتك من الضياع أو السرقة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء رغم الضغط اللي بيتشكل بداية النهار إلا أنه مع ساعات العصر واقتراب ساعات المساء بصير الأجواء جيدة فممكن تنشط باتصالات أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمواضيع إلها علاقة بالسفر أو الدراسة أو الامتحانات وممكن يعني شوي تكون فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن اللي عنده امتحان أو مقابلة بدو يراجح حاله بشكل جيد ويدرس ويحضر وما يعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الأجواء بما أنه بنحكي عن البيت العاشر يعني شوي بتنشطوا في ساعات المساء في أمور العلاقة بالاتصالات والسفر البعيد وممكن تنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية يعني في بعض الأشياء الإيجابية اللي ممكن تدعمكم على المستوى الاجتماعي وخصوصا في ساعات المساء وممكن يتسوي نوع من أنواع التقارب ما بينكم وبين زملائكم أو رؤسائكم بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة خلال هذا النهار أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو اجتماع ما أو تلاقي على مسأل ما ما بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن تحمل لك مناسبة أو فرحة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتساعدك في بعض المسائل فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو يعني مخك ينشط لعملي جديد أو لفكرة جديدة ممكن تحسن من مستوى العمل عندك وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو مراجعة طبية أو زيارة مريض أو الاتمئنان على صحة مريض برج السرطان طبعا كل الضغط اللي أنت كنت حاس فيه خلال اليومين اللي مضوا هدولة يعني أو الاكتئاب أو التقلب بالمزاج أو الحدية بالطباع أو هاي الضغوط اللي مرت الفترة الماضية عليك شوي شوي بتبلش تتلاشى مع ساعات الظهر للعصر للمساء كل ما اقتربنا للمساء أكثر كل ما أنت انشحنت بطاقة أكثر من تواجد القمر في الحوت لأنه هذا بيت حليف لإلك وبيدعمك بطاقة إيجابية وبيعزز برضو من ثقتك بالنفس أكثر وبيعدل من مزاجك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء شوي بتأخذ منحنة مغاير على المستوى المالي فممكن اليوم يصير لك بعض الاهتمامات أو الفرص المالية أو بعض الترتيبات لأمور إلها علاقة بالسداد أو ترتيب ديون عليك أو التزامات أو مشتريات إلها علاقة بالبيت أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالاهتمامات مثلا المالية على مستوى دفعات ومشتريات أهم مش أنك ما تبذر أموالك وما تصرف على أشياء أنت مش بحاجتها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء فيها نوع من أنواع الضغط والعصبية خلال هذا اليوم أو الحدية بالطباع فممكن مزاجك متعكر أو يكون عندك نوع من أنواع العصبية أو يعني كثرة اتصالات بشكل أنك أنت ما رح تهدأ وتيرتك خلال هذا اليوم أو ممكن تتعب من كثر الحكي حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تكون فضولي حاول أنك تركز بشكل جيد إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز وما تعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا هي فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر على مستوى البيت في نقاشات حد أو توتر مع أحد أفراد العائلة أو الاهتمام بمسائل بيتية بتكون مربكة أو بعض الالتزامات أو المشاوير أو الأشياء العائلية أو اللي ما بينك وبين أفراد العائلة شوي بكون فيها نوع من أنواع التوتر حاول أنك تلطف الأجواء وتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينكم وما تكبر الفجوة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه يعني شوي هي روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن تقلق من مسألة عاطفية مثلا أو على الحبيب أو توتر مثلا ولكن إجمالا الأجواء كل ما اتجهنا للمساء بيكون أفضل إذ ممكن تحمل مصالحة أو تقارب أو تعاطف ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس يعني شوي بيعطيك مجال اليوم لبعض الفرص اللي على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال خلال هذا النهار أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة ممكن تكثر عندك الزيارات أو التنقلات أو الاهتمامات أو النقاشات اللي إلها علاقة بالعمل وكل ما اقتربنا لساعات المساء يعني الأجواء بتشحنك بشكل إيجابي وممكن تلطف الأجواء معك بشكل قوي وممكن تحمل لك نوع من أنواع المصالحات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراك المالية والعاطفية تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية فهي الفترة فيها نوع من أنواع أخذ النفس أو الإطمئنان أو الراحة أو مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو تلاقي وتقارب ما بينك وبين الشريك أو نقاش حول مسألة بتندمجوا فيها أنتوا الطرفين إما شريك المال أو شريك العاطفية أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا القمر موجود أغلب النهار فعشان هيك بتظلها أموركو إلها علاقة بحسابات مشتركة أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة أهم إشين كنتم تنعوا عن أي خطوة مالية جديدة خلال هذا النهار لأنه خلوم مسار وبرضو وضعية القمر مش مساعدة لإلك إذا كان موضوع إلو علاقة بالمطالبات أو إلو علاقة بترتيب حسابات فما في مشكلة في هذا الموضوع من ساعات المساء طبعا القمر رح يعزز نقطة أنت كنت تعاني منها بالأيام الماضية اللي هي النقاشات الحادة أو مواضيع إلها علاقة بالضغط على مستوى أشخاص خارج البلاد أو القلق عليهم أو توتر على مسائل إلها علاقة بالدراسة أو التعليم من ساعات المساء بتنشطوا في أمور أو في مجالات الدراسة وأمور السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وحتى الدراسة بصير استيعابكم أكثر بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر طبعا بدعمك بشكل جيد لأنه المريخ إيجابي في المكان هذا فبدعمك بعلاقات أو معارف وبعطيك جراءة للدخول بعلاقات جديدة أو جراءة للدخول للتعرف على أشخاص ما بتهابهم ما بتخاف منهم بالعكس عندك القدرة على أنك أنت تواجه ولكن حاول أنك تبعد عن الانتقاد اللاذع وابعد عن المزاجية ممكن يكون لك اليوم إنجاز بعض الأعمال مهمة وممكن تعزز سمعتك بشكل جيد وبرضو يكون لك تعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة خلال هذا النهار يعني هي بساعات المساء أقوى فممكن في ساعات المساء تنشط ما بين الأصدقاء أو تلاقي أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو مثلا اجتماع ما بينك وبين الأصدقاء أو تلاقي على مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو قوي جدا بيدعمك على إنجاز الأعمال يعني بعطيك نوع من أنواع النشاط وبرضو بساعدك على مراقبة صحتك أو الاهتمام بصحتك أو برنامج العلاقة بالرعاية الصحية برج الأسد طبعا اليوم في نوع من أنواع الإيجابية على مستوى بيتك الأول بظل مدعوم بطاقة إيجابية ممكن اليوم كمان أنت تنشحن بطاقة أعلى وخصوصا أن القمر بدأ يتحرك من مقابلك مباشرة فيعني بشحنك بطاقة أكثر وبرضو بيخليه في عندك قرارات أو عندك مهام أو عندك زي خطة معينة حاب أنك أنت تنفذها خلال هذا النهار وتنشط فيها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي شوي يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية لإيجاد حلول للضغط المالي أو الالتزامات أو الارتباكات المالية ممكن ترتب فواتيرك والالتزاماتك خلال هذا اليوم ولكن الأهم أنك تراعي وضعك المالي وما تصرف بدون حساب أما بالنسبة للبيت الثالث فالحدية والعصبية والضغطها موجود بقوة في هذا البيت فعشان هيك ممكن اليوم يعني تكون عصبيتك لا تطاق وكون ردات فعلك لا تطاق فعشان هيك بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان عشان تتجاوز الضغوط وفي نفس اللحظة يعني حاول أنه أنت تركز أثناء الحديث أو النقاش يعني لو أجبرت على أنك تدخل بنقاش اليوم أو تناقش بدك تركز ما تحاول أنك تشتت حالك بمئة ألف موضوع وتجيب إشي من ألف سنة وتحطه قدامه وتخلط الدنيا كلها في بعض ويتوهي الموضوع الأساسي ركز على الموضوع الأساسي وخصوصا إذا كنت في حال دفاع عن نفسك لإثبات وجهة نظرك أما بالنسبة للامتحانات فمنقول لك أنه بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض خلال هذا النهار نهائيا وبانتبه أثناء تنقلاتك برضو وركز يعني بشكل جيد أثناء التنقلات وأثناء الحركة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية أو التقارب اللي بيجمع ما بينك وبين أفراد العائلة أو بتتلاقى ما بينك وبينهم ممكن تحمل مناسبة أو لقاء أو إنجاز بعض الأعمال البيتية أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شوي الأمور يعني تقريبا تتحرك بالاتجاه الصحيح خلال هذا النهار ممكن أنك شوي بساعات النهار تنشط بتفقد الحبيب أو تواصل معاه أو التلاقي انتويا ولكن في ساعات المساء ممكن تتوتر أو تتحسس من تصرف الحبيب حاول قدر الإمكان ما تحمل الحبيب عبء أكبر من اللي هو حامله طبعا الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط أو الانتقاد فدير بالك من هاي النقطة وخصوصا مع الأحباء أو مع الأبناء أو مع الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو ضاغطة على مستوى العمل فممكن اليوم تنشط بإنجاز بعض الأعمال أو تهتم لبعض الأعمال بتحاول أنك تنجزها صحيح الأعمال مربكة أو كثيرة أو يعني فيها نوع من أنواع الخربطة اللي بحاجة للتركيز لإنجازها إلا أنه عندك القدرة على تنظيم أمورك أهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر موجود مقابلك فعشان هيك بظل فيه اهتمامات على مستوى الشراكة أو التقارب أو تعزيز شراكتكم المالية أو العاطفية أو التلاقي على مسألة معينة وطاقتك بتكون ضعيفة عشان هيك ينبهنا للموضوع الصحة من ساعات المساء القمر بصير في بيتك الثامن فعشان هيك بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أو بترتيب فواتير أو التزامات أو دفعات أو مسؤوليات مالية أو ممكن مطالبات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا تحمل بعض الفرص خلال هذا النهار للتواصل أو للاتصالات البعيدة صحيح أنه شوي الأجواء ضاغطة بتحاول أنك تبعد عن بعض الأشخاص أو تتحاشى دخول بمواجهات معهم وخصوصا أشخاص خارج البلاد ممكن تحمل لك برضو خبر من خارج البلاد يكون مزعج ولكن الأهم أنك أنت تحافظ على رصانتك ورزانتك وبرضو تمنح حالك قدرة على امتصاص الغضب ما تخلي الغضب والعصبية سيطروا عليك خلال هذا النهار إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو على مستوى السمعة جيدة وبتدعمك خلال هذا النهار وبرضو بتعزز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعلاقات أو بزملائك أو رؤسائك بالعمل بشكل جيد أما بالنسبة للبيتك 11 فهو قوي جدا على مستوى الأصدقاء والمعارف فما زالت الأجواء الزهرة بجمعها أو بيدعمها بشكل جيد فبتحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو الدعوات أو الاهتمامات أو يعني يطلب منك مساعدة معينة أو تطلب مساعدة من صديق فما رح يخذلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الأجواء ما زالت ضاغطة وهاي اللي بتسبب تراكم بعض الأعمال عليك أو أن الأعمال بتكون صعبة لدرجة أنه شوي بتضوج منها أو حتى العمل الروتيني ما عندك يعني إرادة لإنجازه وفي نفس اللحظة بيعمل تقلبات على المستوى الصحي أو أشياء هيك مفاجئة بالنسبة لإلك ما بتكون تتوقعها أهمش أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وأي طارق حاول أنك أنت تراجع طبيبك وما تعتمد على الحظ ومعلوماتك ولا بأخذ هذا الدواء بمشي الحال لا بدك تروح على الطبيب برج العذراء طبعا بما أن القمر الآن صار يتجه مقابلك مباشرة فمعنى هاي الفترة فيها نوع من أنواع الضغط فبما أنه موجود في البيت السادس وآخر يوم لإله بدي انتقل للبيت السابع معناته يعني بكون مزاجك اليوم عصبي حدية لا ذعب بالانتقادات بطلع منك كلام بعد مرات بتحلل بطريقة غلط بفهموك اللي حواليك بطريقة سلبية يعني فيه نوع من أنواع الأشياء اللي بتضغطك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء برضو على المستوى المالي بتحمل نوع من أنواع التقلبات أو يعني فيه أشياء إيجابية بتساعدك في خلال النهار ولكن كل ما اقتربنا لساعة المساء بتزيد الالتزامات أو الأفكار أو الإحباطات المالية أو الأشياء اللي بتوترك ماليا أو بعض الأمور اللي بتكون مزعجة ماليا زي المصاريف أو الالتزامات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنت اليوم نشط في أمور الاتصالات والحوارات ولكن بغلب عليك العصبية وبرضو الانتقاد المبالغ فيه حاول أنك ما توجه انتقادات لاذعة ولا تحاول أنك تتدخل بشؤون غيرك لأن الأجواء عدائية فهي شوي بتزيد من عصبيتك وحديتك وتوتراتك إذا كان عندك امتحان أو تنقلات اليوم بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أثناء تنقلاتك وحركتك بدك تركز خوفا من الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى البيت وبتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تنجز بعض الأمور المشتركة خلال هذا النهار أو تحمل لك نوع من أنواع المناسبة أو التلاقي على مسألة معينة أو ممكن إنجاز بعض الأعمال الضرورية خلال هذا اليوم أو مثلا تكون طرف إيجابي لحل مشكلة بتتعلق بطرف البيت ولكن ما تعصب أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء إيجابية برضو بتحمل نوع من أنواع الإيجابية أو التقارب وخصوصا في ساعات المساء ممكن تتحسس في بداية النهار ممكن تزعل الحبيب ممكن يطلع منك تصرف الحبيبي فمغلط الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين ولكن في ساعات المساء ممكن تصلح الأجواء وممكن تلطفها وممكن ينتسى موضوع النهار أما بالنسبة لبيتك السادس فبيت العمل يعني بما أنه الشمس بما أنه القمر موجود فيه عشانيك يبطيق عندك قدرة للتواصل بإنجاز العمل وعندك قدرة أنه تهتموا وتبادروا في عمل جديد ولكن بدكوا تهتموا أكثر لأمور صحتكم وتراقبوها بشكل جيد طبعا بساعات المساء القمر بصير مقابلكم مباشرة فعشانيك تزداد الرغبة بالتقرب أو بتعزيز شراكاتكم أو التلاقي بشكل جيد وممكن برضو تحمل مصالحة إذا كان فيه سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك بالأيام الماضية وخصوصا من ساعات المساء بتصير الأجواء إيجابية أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة وبظلها دعمتك على مستوى الأمور المالية أو الأمور البنكية لغاية ساعات العصر ولكن بعد ساعات العصر الأجواء شوي بتصير ضاغطة فعشانك بتظهر بعض الالتزامات أو القلق من أوراق أو بيجيك رد على مسألة بيكون مش مثل ما بدك أنت فهذا الإشي بيستفزك أو بنرفزك أو بدخلك في دوامة التوتر المالي والحسابات والقلق على الأمور المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع التوتر ما زالت على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق إلها علاقة بالسفر أو الأوراق القانونية أو المعاملات وبظل فيها نوع من أنواع الحدية إذا عندك مناقشة أو مواجهة أو امتحان خلال هذا النهار بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد نهائيا على الحضوض ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى الفلسفي أو الدين أو النقاشات ولكن حاول أنك ما تعصب أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية بتساعدك خلال هذا اليوم على مستوى بيت السمعة وبيت العمل فممكن تقدم لعمل أو تعزز فرصة لعمل معين أو يجيك رد على مسألة معينة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أو تستغل بعض العلاقات أو أحد الأشخاص يطلب منك مساعدة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زالت الأجواء يعني فيها نوع من أنواع الضغط والتوتر عشان هيكي يعني بتلاقي أنه فيه نوع من أنواع اللي لك محجم أو مبعد عن أصدقائك بالفترة هاي أو بتحاول أنك تخلي مسافات ممكن منزعج من بعض الأصدقاء اللي عندهم فضول اللي يدخلوا بشؤون حياتك أو يفرضوا رأيهم وهذا طبعا إشي ما بيمشي معك أنت فعشان هيكي شوي هاي الفترة بتظلها حامل نوع من أنواع التقلبات على مستوى الصداقة وخصوصا أنه العطارد بيتراجع في هذا البيت بيحدث مفاجآت على مستوى المعارف والأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك خلال هذا اليوم لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو بدفعك للاهتمام بصحتك أو أمور تجميلية أو أمور إلها علاقة بالرياضة بالتغذية بالفيتامينات بالأشياء هاي المكملات ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة في ساعة المساء أو يعني تطمئن عليه أو على حاله أو زيارة مريض برج الميزان طبعاً بتظل الأمور تقريباً روتينية على المستوى النفسي خلال هذا اليوم الشوية بتحملك نوع من أنواع التقلبات أو الإنفعالات كلما اقتربنا لساعات المساء بتشعر بنوع من أنواع التوتر أو أشياء ممكن يتخالفك خلال هذا النهار فتحتد وتعصب حاول أنك تمسك حالك من العصبية والتوتر والوسواس أهم إشي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريباً يعني بتحمل نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي فممكن تفكر في بعض الأمور المالية أو التحصيل أو من عمل إضافي أو أمور إلى علاقة بالدعم المالي أو تحصيل بعض الأمور التي تتعلق لك مالياً أو اهتمام ببعض الدفعات أو الفوتير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى تنقلاتك واتصالاتك خلال هذا النهار وممكن أنه تنشط بأمور الاتصالات والحوارات أو النقاشات أو التبرير عن مواقف معينة ولكن في ساعات المساء ممكن شوي يغلب عليك الطبع العصبي فبدك تدير بالك من هاي النقاط أهم إشي أنه أنت شوي تكون مركز إذا كان عندك امتحان أو عندك مناقشة وما تتشعب في الأمور زيادة عن اللزوم أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء برضو على مستوى البيت تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية كل ما اقتربنا لساعات المساء فعشان هيك يصير فيه نوع من أنواع التلاقي أو الألفة أو الانسجام العائلي أو الاندماج بمسألة عائلية أو نقاش عائلي ممكن يصير فيه نوع من أنواع التلاقي أو نقاش حول مسألة معينة أو إيجاد بعض الحلول للأمور العائلية أو المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة بتظلها وبتدعمك بشكل قوي على المستوى العاطفي أو الميل للتلاقي أو التجاوب مع الأحباء أو المصالحات أو الأمور اللي بتهتم فيها في أحباءك لأن كان بالحبيب أو بأحد الأبناء أو بأحد الوالدين ولكن مع ساعات المساء ممكن يصير شغلات يعني شوي تعصبك أو سوء تفاهم أو أنت شوي تنفعل بسبب تصرف ما أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل بتصير خصوصا مع ساعات المساء صحيح أنه في ضغط أو توتر على مسألة إله علاقة بالعمل أو تنشط في أمور إله علاقة بالعمل أو بحث عن عمل أو تحسين أمورك في مجال العمل في ساعات المساء يعني ممكن تصير الأجواء إيجابية لإلك وتفتح لك بعض الفرص أو بعض الأفكار اللي تساهم في هذا الموضوع أهم شيء أنك تظلك مراقب أمورك الصحية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعاملوا مع شركاكم بشكل طبيعي خلال هذا النهار بدون لا إيجابية ولا سلبية ممكن تحمل لك نوع من أنواع التقارب أو المصالحة ولكن إحذر في ساعات المساء من ردات الفعل أو التحسس أو النقاشات اللي ممكن تكبر ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو بتفتح بعض المجالات اللي إلها علاقة بالاهتمامات المالية اللي إلها علاقة برضو في أمور أموال مشتركة أو بنوك ضريبة تأمين التزامات فوتير أشياء من هذا القبيل ممكن تظهر بعض المسائل المالية شوي المربكة في ساعات المساء أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء بتحمل بعض الإيجابية في التواصل أو الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور الدراسة أمور البحوث النقاشات السياسية الدينية الفلسفية كلها هاي الأمور بتدعمك بشكل إيجابي ولكن مع ساعات المساء بقل التركيز عندك وبتظهر بعض العصبية أو الحدية بالطباع وممكن يصلك خبر من خارج البلاد أو نقاش تحتد وتعصب من خلاله أهم إشي اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فما زالت الأجواء ضغطة على مستوى بيت السمعة وهي بتسبب لك بعض التوترات وممكن إنه شوي تطلع عليك بعض الأقاويل أو تخلي بعض الأشخاص يتقولوا عليك بعض الكلام مش موجود فيك حاول أنك تحافظ على سمعتك وتشحن حالك بطاقة إيجابية وتواجه وتعزز من سمعتك بشكل أقوى وبرضه ممكن هاي تفتح نوع من أنواع العلاقات أو الأشياء الإيجابية اللي تدعم من علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل إن أحسنت التصرف أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة فبتحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو الألف ما بينك وبين الأصدقاء ممكن تلاقي أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون الإجتماع عندك أو أنت اللي تتفقد أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هاي الفترة فممكن إنها تعزز من قدرتك على العمل أو إنجاز بعض الأعمال أو التركيز على مسألة إلها علاقة بالعمل وبرضو بتعطيك نوع من أنواع الإهتمامات بصحتك أو صحة أحد المقربين لا إلك برج العقرب طبعاً بتظل الأجواء ضاغطة عليك لغاية ساعات المساء فيه نوع من أنواع التوتر أو القلق أو العصبية أو بتلاقي فيه نوع من أنواع الحدية أو نوع من أنواع الوساوس أو الاكتئاب أو الضغط عليك يعني فيه نوع من أنواع الضغط على المستوى الشخصي بيكون ضاغط عليك لغاية ساعات المساء مع ساعات المساء بتصير الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة وبتحل محلها ثقة بالنفس وبرضو القدرة على المواجهة والقدرة على إبداء الرأي وبرضو على تنفيذ الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى المالي فممكن أنك تعزز بعض النقاط القوية خلال هذا النهار اللي إلها علاقة بالأمور المالية ممكن مكاسب أو اهتمام بسداد ديون أو بدفعات أو بترتيب وضع مالي معين حاول أنك تنجز كل هاي الأمور قبل ساعات المساء لأنه في ساعات المساء بصير فيه نوع من أنواع التوتر وممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي شوي تكون مربكة أو تفتح نوع من أنواع الجدل اللي ممكن يسبب مشكلة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات خلال هذا اليوم وبرضو على مستوى الحوارات إلا أنه بتظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعصبية والحدية في بعض الأوقات تتطلب منك التركيز بشكل جيد وتشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز هاي الضغوط اللي عنده امتحان أو مقابلة خلال هذا النهار بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وبرضو بدك تنتبه أثناء تنقلاتك وأثناء حركتك من الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا ما زال القمر موجود في البيت الرابع لا إلك فمنقول لك أنه يعني في الفترة هاي اتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم حاول قدر الإمكان أنك يتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة تعملوا من أنواع المصالحة أو يعني تلطيف الأجواء من ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة وبالمقابل بنتقل القمر للبيت الخامس بيت حليف لا إلك فبتصير فترة هاي بتزيد فيها رغمتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وممكن يكون لك بعض الاهتمام بأمور إلها علاقة بأحد الأحبة أو أحد الأولاد أو أحد الوالدين فممكن يصير فيه تلاقي أو تقارب أو يطمئن بالك لمسألة معينة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل شوي فيها نوع من أنواع البلبلي فهاي يا إما أنت بتلزم حالك بأعمال جديدة نوع من أنواع بدك تتفشش أو عندك أعمال كثيرة بتكون متراكمة عندك بتحاول أنك تنجزها خلال هذا النهار أهم شيء أنك ما تخلي الأعمال هاي تتراكم إنجزها وعندك ثقة بالنفس وبالمقابل في ساعات المساء بتتعزز الثقة بالنفس أقوى وبصير عندك قدرة على إنجازها ممكن تظهر بعض المسائل الصحية في ساعات المساء بدك تهتم فيها بشكل جدي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء شوي يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى تعاملك مع الشريك فبتعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي على مسألة معينة وممكن تهتموا ببعض المسائل اللي بتدعم من علاقتكم أو من شراكتكم وممكن يصير في تجاوب ما بينكم أو تلاقي على نقطة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تجد بعض الحلول أو تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة أو ترتيب وضع مالي معين أو ممكن أن تهتم بسداد أو مفاوضات على أمور مالية في منك ورح ينشط بأمور إلها علاقة بالبنك أو ضريبة أو تأمين أو أمور إلها علاقة بالقروض أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء بتحمل نوع من أنواع السلبية والضغط فعشانيك بتوترك بعض الأجواء اللي إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو بتقلق على أحد الأشخاص خارج البلاد أو ممكن تجيك بعض الاتصالات من خارج البلاد تكون فيها نوع من أنواع التوتر أو مثلا بتكون أنت تستنى في مسألة إلها علاقة بالسفر أو الإقامة أو الضريبة أو أمور تأمين يعني شوي بيكون فيها يعني شوي هيك نوع من أنواع الحساسية بتزعجك كل ما أنت فكرت فيها أو كل ما حاولت إنك تطلع عليها دير بالك أثناء نقاشاتك مع أشخاص خارج البلاد من الحدية وإذا كان عندك امتحان أو تنقلات بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بشكل قوي وبتقارب ما بينك وبين علاقاتك فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال بمساعدة زميل أو رئيس رئيسك بالعمل أو ممكن تبادر في مسألة إلها علاقة بأمور العمل فتكون النتائج إيجابية أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فهو بعزز من مكانتك وعلاقاتك وممكن يحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو التقارب كلما اقتربنا لساعات المساء بتكون أقوى فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي أو ينطلب منك مساعدة صديق أو أنت اللي تبادر في مساعدة صديق أما بالنسبة للبيت المتاعب فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة خلال هذا النهار فممكن مع ساعات المساء تعزز بعض الأمور بشكل جيد أو يكون لك بعض الاهتمامات الجيدة أو تهتم بشكلك ومنظرك ومظهرك ولبسك وهندامك برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الأول بيكون دعمك خلال هذا النهار ورغم كل التوترات والضغوطات الموجودة إلا أنه أنت نفسيتك أحسن ثقتك بنفسك أحسن حاول تطلع من الوساوس والجدالات والنقاشات حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية بيكون يوم مميز جدا بالنسبة للك أدير بالك في ساعات المساء فيه احتمالية لنوع من أنواع الضغوط فعشانك حاول تستغل ساعات النهار أفضل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي شوي متريتك وبتحدث بعض المشاكل أو الضغوطات أو ممكن تظهر بعض المسائل المالية التي توترك خلال ساعات النهار ولكن في ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية وممكن تفتح لك بعض الفرص وممكن تجد بعض المخارج أو الحلول لبعض المسائل المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأجواء جيدة وبتدعمك فعشان هيك اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ الفترة فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن في الساعات المساء ممكن يصير فيه بعض الضغط أو العصبية أو الحدية أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر رح ينتقل في ساعات المساء فعشان هيك ممكن في ساعات المساء تنشطوا بأمور إلها علاقة بالأجواء البيتية أو العائلية أو التلاقي مع أفراد العائلة ممكن مصالحة ممكن نقاش معين ولكن حاول أنك تضبط حالك من الحدية على أساس أنك ما تكبر الفجو أكثر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة خلال هذا النهار فلسه بتدفعك باتجاه الأحبة أو التعاطف معهم أو التلاقي على مسألة معينة أو ممكن مساء العاطفية تظهر خلال هذا النهار لها علاقة بابن أو أب أو أحد الوالدين مثلا أو مع الحبيب نفسه في ساعات المساء دير بالك من سوء التفاهم والحدية في الطباع أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني ما زل فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل فعشان هيك ممكن مسؤوليات كثيرة أو أعمال كثيرة أو نشاط كثير خلال هذا النهار ما تخلي الأعمال تتراكم حاول تنجزها حتى لو عملت لساعات إضافية في ساعات المساء بدك تنتبه لوضعك الصحي بشكل جيد وتراقب أمورك الصحية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فممكن يعني هذا بيتك السابع بيت الشراكي المالي والعاطفي الاهتمام أكثر بيكون على مستوى الشراكي فعشان هيك ممكن أن الأجواء تكون جيدة وممتازة خلال هذا النهار ويكون لك إهتمامات لتعزيز العلاقة ما بينك وبين الشريك أو التراجع عن قرارات سابقة أو محاولة إنهاء خلاف معين بطريقة ما حاول في ساعات المساء أنه ما تتحسس من ردات الفعل وما تصاب بخيبة أمل من وراء هذه الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأمور الأموال المشتركة فيها نوع من أنواع الحدية أو فيها نوع من أنواع السلبية فممكن تظهر بعض المسائل المالية المشتركة خلال هذا اليوم شوية أرقك أو تلفت انتباهك أو تحتاج منك الاهتمام الزيادة وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالفوتير أو إلها علاقة بالقروض إلها علاقة بالديون أو إلها علاقة بالأمور اللي بتتعلق بالمسائل المالية زي المؤسسات المالية البنك والضريبة والتأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك طيلة النهار على مستوى الاتصالات والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالنقاشات أو الامتحانات أو اهتمامات بالمراسلات والتواصل ولكن في ساعات المساء ممكن تحتد وتعصب من مسألة ما فشوي يتقلب عندك المزاج أو تحتد أو تعصب من مسألة معينة أو يجيك خبر شوي يزعجك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك على مستوى عملك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن يكون لك بعض الاهتمامات إما بعلاقاتك أو بزميل أو برئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني فبتتعامل مع أصدقائك بشكل عادي مثل ما أنت معتاد ممكن تدعمك بعض العلاقات أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة بالنهار أو يكون فيه عندك مناسبة معينة ولكن في ساعات المساء ممكن شوي تنطوي على نفسك ما تحب تحتك بحد أو تتجنب أنك أنت تدخل بنقاشات مع أي حد من اللي أنت بتعرفهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو أمور إلها علاقة بإنجاز الأعمال أو بالرقابة الصحية أو ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج الجدي طبعاً بتظل الأمور الشخصية شوي هيك فيها نوع من أنواع الذبذب خلال هذا النهار أو التقلب أو الحدية عدم الثقة بالنفس الكآبة تذكر مواقف شوي صعبة ممكن أنك تلقي اللوم أو الأعباء أو الأخطاء على أشخاص حوليك مش على نفسك شوي يعني بدك تركز بالأمور هاي بالنسبة للبيت الثاني طبعاً الأجواء بتظلها مركزة على الأمور المالية فممكن اليوم تحقق بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية خلال النهار ممكن يجيك من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو مساعدات أو تهتم بمسائل إلها علاقة بالأمور المالية أو الفواتير ولكن في ساعات المساء يعني الأمور بتصير فيها نوع من أنواع الضغط أهم يشينكوا خلال هذا النهار تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وحاولوا تخففوا من النفقات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني بصير القمر هو جيد البيت يعني ما فيه أي سلبيات بالعكس بعزز كثير من الاتصالات والتنقلات خلال هذا اليوم وبرضو عندكم قدرة على النقاش والحوار وإيصال المعلومة عندكم سرعة بديها عالية ولكن أثناء تنقلاتكم بتكن تنتبهوا أو أثناء حركتكم من الإصابات أو الحوادث وبرضو ركز على الموضوع المهم ما تشتت أفكارك ويمسك حالك من العصبية إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ما زالت روتينية يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ممكن في ساعات المساء تظهر بعض المسائل البيتية أو العائلية اللي تكون مربكة أو اثير اهتمامك أو حفيظتك أو عصبيتك حاول قدر الإمكان تمسك عصابك وما تدخل بنقاشات حدي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة وبتدعمك وبتعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين الحبيب في كثير من المسائل ممكن تشحنك بطاقة إيجابية وبرضو ممكن تحمل لك كثير من الأشياء الممتازة أو الممتعة خلال هذا النهار في منك رح يكون له نوع من أنواع التقارب ما بينه وبين أحد الأحبة اللي هم الوالدين أو ما بينه وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فممكن أنه تنشطوا خلال النهار بكثير من الأمور اللي إلها علاقة بالعمل إلى إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو الملفات أو نشاط على إنجاز بعض الأعمال ولكن في ساعة المساء بدك تدير بالك ممكن يتراكم عندك العمل ما تقدر تنجزه بالكامل وممكن تظهر بعض المسائل الصحية اللي بدك تنتبهلها أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فتعاملكم مع شركائكم بيكون بشكل طبيعي بدون أي مؤثرات لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا يعني بتحمل نوع من أنواع القلق على بعض المسائل المالية المشتركة إما اهتمامات على مستوى ترتيب الحسابات أو الدفعات أو الفواتير أو أمور إلها علاقة بالبنوك ضريبة تأمين يعني أشياء من هذا القبيل ممكن تظهر وتنشط فيها خلال هذا النهار وممكن تجدلها بعض الحلول ولكن أهم شيء أنك ما تلزم حالك بالتزامات جديدة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد ممكن تحمل لك بعض التوتر أو بعض العصبية أو الحدية أو يعني القلق من مسألة نقاشية أو حوارية شوي تحتد وتعصب فيها ولكن في ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة بتصير لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم تعزز من سمعتك ومن أعمالك برضو وممكن تنشغل بملف إداري أو ممكن يصير لك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي إلا في ساعات المساء ممكن تنزعج من تصرف صديق أو من ببادرة صديق أو يصير عندك ردة فعل بسبب فضول صديق أو تطفل صديق على إشي بتعلق بشؤون حياتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط عشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وما تخلي أعمالك تتراكم عليك وبرضو في نفس اللحظة راعي راحتك وخذ قصد كاف من الراحة راقب غذائك بشكل جيد ويهتم بشؤونك الصحية برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الأول يعني مع القمر موجود عندكم فعشان هيك بظل عندكم نشاط عالي جدا ممكن أنه اليوم تفكروا أنك تتجهوا باتجاه معين أو لإنجاز بعض الأمور أو عمل معين أو اهتمام بأشياء علاقة بالشخصية أكثر الأهم شيء أنك أنت تنتبه لهذه الأمور وتحاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان يصير عندك قدرة على إنجازها طبعا بالنسبة للبيت الثاني كل الأمور اللي فيها ضغط مالي أو الأمور المقلقة ماليا بالنسبة لك أو المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات اللي بتكون عليك فيها نوع من أنواع التوتر خلال هذا النهار مع اقتراب ساعات المساء بصير اهتماماتك أكثر في هاي المسائل وممكن تجد بعض الحلول أو يجيك بعض المساعدات أو المكاسب المالية وممكن تحقق بعض الإنجازات ولكن أهم إشي أنك أنت ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني بتظلها جيدة على مستوى التنقلات والحوارات عندك جراءة عالية جدا وبتقدر يعني تعزز كثير من النقاط خلال هذا اليوم لكن أهم إشي أثناء تنقلاتك وحواراتك إذا كان عندك امتحان أو مناقشة أو تنقلات بدك تنتبه وما تعتمد على الحضوض يعني شوي بدك تتعب على نفسك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء الشوي بتعمل نوع من أنواع التقلب على مستوى البيت فهي بتحدث بعض المفاجآت خلال هذا النهار ممكن شوي تتوتر أو تعصب من مسألة معينة ممكن تدخل بنقاش حاد أو عقيم إلو علاقة بالبيت أو بأفراد البيت بس أهم إشي أنه بدون عصبية ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي بتطلب منك الاهتمام الزيادة في ساعات المساء ممكن تجد بعض الحلول أو تنتهي هاي الأزمة وممكن يصير فيه نوع من أنواع المصالحات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء يعني تقريبا نقدر نحكي أنها جيدة خلال النهار على المستوى العاطفي فهي بتعزز من علاقتك بالأحبة والتقارب معهم ممكن تم بسط اليوم بخروج أو نزهة أو حوار أو تلاقي ما بينك وبين الحبيب وممكن تهتم ببعض المسائل اللي بتتعلق في أحد الأبناء أو أحد الوالدين طبعا فيه ناس رح يقول لك نفس ما حكيتها في الفترة الماضية طبعا أنا نفسه نفسه رح أعيده لأن الزهرة إيجابي وموجود في هاي البيوت أو فيه كواكب بتظلها ثابتة في هاي البيوت فما رح يكون فيه تغيير طالما أنه فيه ثبات وما فيه زوايا أنها تغير من التوقعات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل متقلبة ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغوط رغم أنه فيه مجال أنك أنت تحسن بعض الأمور المالية خلال هذا النهار وخصوصا في ساعات المساء وخصوصا على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة في ساعات المساء وممكن يقول لك بعض النشاطات أو تكتشف شيء معين أو تبادر بخطوة لتعزيز مكان العمل عندك فيه منك رح يهتم بشؤونه الصحية أو يطمئن باله بأمر صحي أو نتيجة أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور جيدة على مستوى الشراكة وبتدعمك برضو بقوة بتعمل نوع من أنواع التقارب والتلاقي ما بينك وبين الشريك ممكن تصلوا لحل معين أو لنقاش معين ولكن أهم شيء في الساعات المساء إذا كان النقاش هذا موجود دير بالكم من الإنفعال وتعملوا فجوي ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فما بتحمل لك اليوم بعض المفاجآت اللي إلها علاقة بالأمور المالية ممكن اليوم يتوافق على دعم معين أو على قرض أو على مساعدة أو تحل مسألة مالية معقدة أو تهتم لجدولة أو ترتيب بعض الحسابات والديون اليوم أنه أنت يكون لك الاهتمام الأكبر في هاي المسائل وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات العصر أو المساء أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زالت جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات فممكن اليوم تنشط في أمور إلها علاقة بالاتصالات بأشخاص خارج البلاد أو تهتم ببعض المواضيع اللي إلها علاقة بالسفر أو أوراق السفر أو معاملات إقامة أو ضريبة أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة برضو جيدة وبتدعمك وتعمل لوع من أنواع التقارب ما بينك وبينز وملائك ورؤسائك بالعمل وممكن تجد حلول لبعض المشاكل في مكان عملك أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية أو الضغط وهذا إشي بوترك بالفترة هاي أو بزعجك من بعض الأصدقاء إشحن حالك بطاقة إيجابية فممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة للبيت المتاعب فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع التقلب فعشان هيك ننجز أعمالك وما تخليها تتراكم وإهتم بوضعك الصحي وإهتم بغذائك وحاول تأخذ قصد كافي من الراحة من وقت لآخر أهم شيء إذا ظهرت بعض المسائل الصحية اهتم فيها وما تهملها برج الحوت طبعا بالنسبة للبيت الأول معروف أنه في ضغط في عصبية في حدية في توتر في قلق في شوية اضطراب موجود عندك بسبب تواجد القمر في بيت المتاعب في ساعات المساء أو كل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما انشحنت بطاقة أجمل وأقوى وهي أفضل بتكون لا تعيد لكم نشاطكم المفقود وبرضو الرغبة بإنجاز كثير من الأمور وخصوصا في ساعات المساء أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي شوي بتفتح لك بعض المجالات الجيدة أو ما زالت عندك الثقة بالنفس أو القوة للاتجاه باتجاه الأمور المالية فممكن تحصل بعض الأمور المالية أو الاهتمامات أو ترتب أو ضاعك المالية بشكل جيد ولكن في ساعات المساء ممكن تظهر بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات اللي منها ممكن يكون مربك أهم شيء إنك مات بالغ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحورات صحيح إنه في نوع من أنواع العصبية أو التردد أو إنه عدم الرغبة أو إنه التكاسل بإجراء بعض الاتصالات المهمة خلال هذا اليوم ولكن في ساعات المساء بترغب بشكل كبير للتواصل والاتصالات وحتى ممكن إنك ما تهدأ أو ما تهدأ وتيرتك وممكن تكثر عندك التنقلات عندك سرعة بديهة عالية جدا وبرضو مقنع بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء ما زالت جيدة وبتدعمك بقوة وممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة لإلها علاقة في البيت ولكن بدك تدير بالك في ساعات المساء ما تهمل العائلة ولقاءك بالعائلة والتواصل العائلي فممكن تظهر بعض المسائل أو الانتقادات اللي شوي ممكن تستفزك أو تثير حفيدتك ممكن تظهر بعض الأمور العائلية اللي شوي تكون مربكة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن اليوم وخصوصا مع ساعات الظهر تعززوا علاقتكم بالحبيب أو تقارب معه أو تلاقي أو تهتم بالحبيب بشكل مباشر في ساعات المساء ممكن يكون لك اهتمام أكثر بالأحبة وخصوصا الأبناء أو أحد أفراد العائلة زي الوالدين أب أو أم أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى الصحة ممكن نتيجة فحص تظهر اليوم أو تراجع طبيبك لإجراء بعض الفحوصات وتطلع النتائج إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية جيد برضو بيحمل نوع من أنواع التلاقي أو التقارب بوجهة النظر ممكن تحمل لك مصالحة أو ممكن تحمل لك نوع من أنواع التراجع عن قرار سابق ممكن الشريك اللي يتراجع فأنت تبادر بعملية المصالحة بشكل أقوى أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة برضو على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة أو أمور العلاقة بالديون أو القروض أو المسائل للمؤسسات المالية زي البنك ضريب تأمين وممكن تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بأموال الشريك اللي هو أموال الزوج أو أموال الزوجي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتحمل نوع من أنواع الإيجابية برضو على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد وخصوصا في ساعات المساء اللي بيكون عنده امتحان أو مقابلة أو تنقلات خلال ساعات النهار بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوظ وبده يدرس ويستعد أما بالنسبة للبيت العاشر فما زالت أجواء بيت السمعة شوي فيها نوع من أنواع الضغط ولكن إجمالا عندك قدرة على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل ولكن إذا طلب منك على حسب بيتك 11 إذا طلب منك أحد الأصدقاء مساعدة أو دعم أو أي شيء تساعده فيه ما تخذله بالفترة هاي لأنه الفترة هاي رح تتسجل عليك مواقف بعديها فعشان هيك اهتم بالنقاط هاي قدم المساعدة بدورك عشان غيرك يقدم لك المساعدة بدوره أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية أو الدوائية أو مراجعة طبيب أو اهتمام بصحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء